تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله أسمعيات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يحمل اسم ضوء واحد وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن هذا الإنجاز الوطني الباهر يعتبر نقلة تاريخية جديدة في مسيرة المكتسبات الحضارية التي شهدتها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى وترجمة لرؤية جلالته السديدة في استشراق المستقبل كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بجهود ومتابعة سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العاب لمجلس الدفاع الأعلى بهذا الإنجاز العلمي المشرف لمملكة البحرين ودعم سموه وتحفيزه للكوادر الوطنية في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير داعيا المولى القدير أن يمد في عمر جلالته لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الوفي ترجمة نانسي قنقر